لأول مرة منذ توليه الرئاسة وصل الرئيس هادي بشكل رسميا إلى محافظة المهرة في زيارة تضع الكثير من التساؤلات خاصة بعد توتر عاشته المحافظة إثر احتجاجات رافضة لتواجد القوات السعودية في المنشآت الحيوية والمنافذ الجوية والبرية والبحرية تحرك رئاسي هو الأول خارج حدود العاصمة المؤقتة عدن التي عاد إليها الرئيس هادي منتصف يونيو الماضي بعد غياب دام قرابة عام ونصف بالرياض وصف هذا الغياب أنذاك بالإقامة الجبرية خارج حدود بلاده الزيارة في شكلها العام تفقدية يقوم خلالها الرئيس هادي بوضع حجر الأساس وافتتاح العديد من المشاريع وعقد لقاءات مع السلطات المحلية ووجهاء ومشائخ المحافظة لكن آخرين وجدوا أن لهذه الزيارة دلالات ورسائل أخرى خاصة بعد الاتفاق الذي لم ينفذ بين السلطة المحلية وقيادة التحالف بالمحافظة الذي نص على استبدال القوات وتسليم التحالف مطار الغيضة ومنفذ صرفيتي إلى الأمن والسلطة المحلية وفي ظل ما يبدو أنه صراع من تحت الطاولة بين الشرعية وقوات التحالف تجلت معالمه بداية في جزيرة سقطرة يقول مراقبون إن تحركات الرئيس هادي والحكومة ستؤثر على شكل التعاطي مع المشهد وستغير إلى حد ما من طبيعة العلاقة مع التحالف المهرة التي تعد ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد حضر موت دخلت خط صراع بشكل مباشر لكن الصراع هذه المرة مع المملكة السعودية التي ترى أنها قائدة التحالف ولها سلطة عليا في بسط قوتها على مختلف المناطق في اليمن بصرف النظر عن حالة السخط والرفض المجتمعي الكبير لتواجد قواتها موسيقى